خلينوح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد عارفين طبعا كرة اليد دخلنا في الجد الدنيا تشقلبت في كرة اليد بعد ما كان عندنا أفريقيا الشهردة أهب أفريقيا تأجلت لستة سبعة أهب الدورة يستعنى الدنيا تشقلبت بشكل غريب جدا يعني الناس كلها كانت عامل حسابها وبالذات الجهاز الفني عندنا كان عامل حساب وإذن الفترة اللي جاي احنا أوف سيزون عندنا ماتشاط تجربية ما عندناش يعني عالج المصابين فجأة يلا هنبتدي جد فطبعا لجأ الفريق أو كابتن طري محروس لعمل مباراة ودية كان أخرهم مباراة مع منتخب السعودية وفوزنا عليه نتيجة 44-43 كمان عملنا مباراة مع نادي الجزيرة كان مهم جدا نلعبها والأحسن كمان احنا فوزنا في المباراة دي بنتيجة 36-32 من غير اللعبة الدولية الماتش كانت لعب على صدر الأميرة عبدالله الفصل فرقية لبتستعد خلال الماتش ده طبعا نستقنى في الدولة وله هيكون كمان أسبوعين زي ما قلتوا لحضراتكم هو بفجأة هنستقنى في الدولة وهيكون بداية ماتشاطنا يوم 17 نينار مع سموحة السكندرية المرحلة التانية من الدولة فيها 6 فرق بس الأهلي الزمالك طلع الجيش بورتينج البنك الأهلي سموحة ماتشاط جمد قوي مش خلاص بدأ نخش في الجد وعشان أطمنكم برضو برضو ده مش الجد قوي يعني احنا برضو لسه عندنا فرصة كل ده ماتشاط ترتيبية وبتجمع في نقطة لغاية ما تروح على المدارات المجمعة بعد كده أربع أربع فرق يعني الستة دول هيلعبوا هيطلع الأربع فرق اللي فوق الأربع فرق اللي فوق رايح جاي هو ده الجد يعني احنا الستة فرق دول مطالب ان احنا ان شاء الله نبقى أول نطلع تاني نلعب أربع ناخد الأربع الفرق الأوائل يلعبوا رايح جاي هو ده الدوري فإذا هي صفوة الصفوة الصفوة ولكن المهم ان احنا نخش واكد كابتن طريق محروس كابتن أشرف عواض الجهاز الفني كلهم يعني قاعدين بيفكروا ازاي نوصل بالفرقة للطف فورم في الوقت المناسب نتمنى كل التوفيق لفريق كورة اليد الحقيقة اللي فيه جهد وشغل مبزول وفيه دعم كبير جدا مجلس دورة النادي لأهل برئاسة كابتن محمود الخطيب